وصل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين اليوم الأحد إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في زيارة تستمر ثلاثة أيام وذلك في مستهل جولة أساوية تشمل كذلك كل من سنغافورة وسلطنة بروناي وكان في استقبال فضيلته لدى وصوله مطار جاكرتا الدكتور محمد دين شمس الدين المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي ودكتور محمد قريش شهاب وزير شؤون الدينية السابق وسفير محمد فخر نائب وزير الخارجية وسفيري مصر والإمارات في جاكرتا وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى إندونيسيا ويجري فضيلة الإمام خلال الزيارة لقاء ثنائيا مع رئيس الجمهورية الإندونيسية وعددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين في إندونيسيا كما يشارك في افتتاح المؤتمر العالمي حول الوسطية في الإسلام حيث يلقي فضيلته الكلمة الرئيسية في المؤتمر وذلك بحضور حجد من كبار الشخصيات الدينية في العالم ويرافق فضيلة الإمام الأكبر خلال الزيارة وفد يضم سعادة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والدكتور علي النعيمي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين والمستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر والسفير عبد الرحمن موسى مستشار شؤون الوافدين بالأزهر موسى